مرحبا بكم يا أساطير في فيديو جديد على القناة حسنا وأخيرا قام دافوك بوم بتنزيل الحلقة السادسة والسبعين الجزء الثاني حيث في هذا الفيديو سوف أخبركم لماذا لم يدع رجل التلفاز رجل الكاميرا من التقدم ومن هي هذه الأنثى الأسترو الجديدة حيث في هذا الفيديو سوف أخبركم بكل هذا وأكثر لذا قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وهيا بنا حسنا تبدأ الحلقة ونرى رجل الكاميرا العالم الذي كان يقود الكاميرا العنكبوت في الحلقة السابقة ثم نرى رجال التلفاز وجثث مراحيض الأسترو من الحلقة السابقة ثم يقول رجل التلفاز إنسى أنهم عديمة الفائدة ويقصد بهذا الكلام رجال الكاميرات ثم نراهم يأخذون جثث الأسترو وينتقلون ثم يقول رجل التلفاز للمرأة التلفاز توقف عن القلق بشأن هذه القمامة عديمة الفائدة ثم يقومون بالانتقال ثم نرى رجل تلفاز آخر ثم يقوم رجل كاميرا التسجيل بالتقدم ولكن يقوم رجل التلفاز بمنعه وقال له أبقى في الخلف أيها العلف طبعا العلف هنا تعني الطعم أو مثلا عن الشيء الذي بدون قيمة ثم يقوم رجل التلفاز بأخذ جثة الأسترو والانتقال ثم يقول العينات أكثر أهمية بعدها نرى رجل كاميرا مقطوع اليدين وهو نفسه الذي رأيناه في التسريبة ثم نرى رجل كاميرا آخر يحمل سلاحا ونرى كم يائسون ولا يستطيعون فعل شيء ثم يقوم رجل الكاميرا بإظهار التابلت خاصته ونرى رجل التلفاز الكبير يقول هيا أيها البلهاء قبل أن يجدون مرة أخرى وهو يقصد رجال الكاميرات حيث سوف يقوم بتهريبهم لكي لا يرونهم الأسترو ثم يقوم رجل الكاميرا بشرح طريق الهروب لرجل كاميرا التسجيل ثم نرى أحد المراحيض المتحالفة أتى ثم يقوم رجل كاميرا التسجيل برمي رجل الكاميرا المصاب ويقوم بالصعود ويرفع هذين رجلين الكاميرات ويركبون جميعهم على المرحاض ولكن فجأة تأتي طلقات عديدة والواضح أنها من الأسترو لذلك يقوم رجل الكاميرا والكاميرا العنكبوت بالذهاب للقضاء عليهم ويقوم المرحاض ورجال الكاميرات الباقون بالهروب ثم يطلق رجل كاميرا التسجيل على أحد الأسترو الصغار ويظهر أسترو آخر ويقوم أيضا بالإطلاق عليه ثم ينتقلون إلى الجسر لكي يتابعوا طريقهم ونرى رجل كاميرا جاء من العدم ولكن من المؤكد أن أحدا قام بإنقاذه وأظنه أنه العميل السري ثم يظهر أسترو آخر ولكن يتم القضاء عليه فورا من طرف مجهول بعدها يأتي أسترو آخر ولكنه أيضا يموت من طرف مجهول وإذا انتبهتم الطلقات التي مات بها الأسترو لونها أخضر وهذا يدل أن العميل السري هو الذي قام بالقضاء عليهم لكي يقوم بمساعدة رجال الكاميرات على التقدم ومتابعة طريقهم ثم يقومون بالتقدم ولكن فجأة ظهر أحد الأسترو الكبار ويقوم بالإطلاق عليهم وإسقاطهم أرضا ونرى أن المرحاض المتحالف قد أصيب بشكل شديد وبعدها يقوم الأسترو بالقضاء عليه نهائيا والآن رجال الكاميرات يهربون على أرجلهم لكي يتمكنوا من النجاة بحياتهم ثم يقوم الأسترو بتحطيم الجسر ويصاب رجل كاميرا التسجيل ونرى مجموعة من رجال الكاميرات تقوم بالتأشير لرجل كاميرا التسجيل ورجال الكاميرات الباقين وتقول هيا تعالوا إلى هنا فنحن مختبئون هنا ثم يأتي الأسترو ذو الليزر وهو نفسه الذي رأيناه في التسريبة ويأتي أسترو حفار جديد ثم يقومون بمتابعة الهروب لعلهم يجدوا مخرجا أو مخبأ ولكن فجأة يظهر أسترو في طريقهم ويبدو أنهم محاصرون ولن يستطيعوا فعل أي شيء ثم نرى المرحاض المتحول قد رمى سلاحه واستسلم بعدها نرى أسترو جديد وهي أول أسترو أنثى بالسلسة حيث تقوم بقتل المرحاض المتحول ثم ينظر رجل كاميرا التسجيل لرجل كاميرامان الآخر ويقوم بإشارة لايك ونعلم أن رجال الكاميرات الشجعان يقومون بإشارة لايك قبل موتهم كدليل على إخلاصهم ووفائهم للتحالف ثم تقوم الأسترو الأنثى بسحبه وتسحب أيضا أحد المراحيض وتقوم بالقضاء عليهم بكل وحشية ثم يقوم رجل كاميرا التسجيل على الأقل بالمحاولة والدفاع عن نفسه ويطلق طلقة من سلاحه ولكن بلا فائدة وتقوم الأسترو الأنثى بأخذ سلاحه ثم تقوم بسحبه وكان يحاول التمسك بأي شيء ولكنه لم يجد أي شيء يتمسك به ونرى الآن أنه سوف يموت ولا خيار أمامه سوى الاستسلام وتقبل النهاية ثم تقوم الأسترو الأنثى بقطع ذراعه وتقطع ذراعه الأخرى وتقوم بقطع رجليه بطريقة وحشية ثم تقول سكيبيدي ثم يأتي أحد المراحيض العادية للمساعدة ويقوم بإطلاق الليزر عليها ولكن تقوم بتفعيل درعها وصد الليزر ثم تقوم هي بدورها بإطلاق الليزر عليه وأيضا يمكنها إطلاق الليزر من عيونها وتقوم بسحق جمجمة المرحاض ويموت على الفور ثم يأتي الأسترو القائد وكل حديثهم غير مفهوم بحيث يتخاطبون بلغة الإسكيبيدي ولكن على ما أظن فهو يملي عليها بعض الأوامر فكما نعلم هذا الأسترو هو القائد الآن وهو يملي الأوامر وعلى الأرجح أنه يأمرها بالتوجه إلى أحد المناطق للقضاء على رجال كاميرات ويبدو أنها تلقت الأوامر سوف تقوم بتنفيذها ثم تقوم بغمز رجل كاميرا التسجيل بعدما قضت عليه بكل برود ثم تقوم بالذهاب ونرى الأسترو العملاق يدمر كل شيء بعد ذلك يفقد رجل كاميرا التسجيل وعية وعلى الأغلب أنه مات وهنا تنتهي الحلقة حسنا لنتحدث الآن عن بعض النظريات والأسرار المهمة حيث رأينا كيف أن رجال التلفاز لا يثقون برجال الكاميرات حيث طوال الوقت يقومون بمناداتهم بالحمقى والبلهاء ورأينا كيف قام رجال التلفاز بأخذ جميع جثث الأسترو وهذا يدل أنهم يريدون نسخة تقنيات الأسترو ليقومون بصناعة أسلحة جديدة وأيضا رأينا الضوء الأخضر الذي ظهر على هيئة طلقة التي أسقطت الأسترو وكما أخبرتكم فإن العميل السري هو الذي قام بمساعدة رجال الكاميرات وأيضا رأينا أن الأسترو الأنثى تستطيع إطلاق الليزر من أعينها والآن أصبح في السلسلة ثلاث شخصيات تمتلك عيون ليزر وهم جيمان وقائد الأسترو والأسترو الأنثى وأيضا لاحظت شيئا وهو عندما قام المرحاض بالهجوم عليها لم تكن تنتبه له وقامت بتفعيل الدرع لذلك أظن أن الأسترو لديهم تقنية خاصة تمكنهم من تفعيل الدرع تلقائيا عند تلقي أي ضربة وأيضا بصراحة هذه الأسترو هي أكثر شخصية صرت أكرهها في السلسلة حيث رأينا كيف أنها خبيثة وماكرة ولم تقم بقتل رجل كاميرا التسجيل بل قامت بقطع أطرافه وتركه يتعذب وبعدها قامت بغمزه ولذلك هي أكثر شخصية مستفزة في السلسلة حسنا هنا ينتهي الفيديو وقبل أن تخرج لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وإلى اللقاء